دعت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة صحة جميع المواطنين والمقيمين إلى التقييد بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتابعت سعادة وزيرة صحة بأن هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مواصلة الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية بحذر وذلك من أجل البحرين وللحد من انتشار الفيروس مبينة مساعي الحكومة للتصدي للجائحة وجهودها المستمرة والحثيثة من أجل تقليل من نسب الحالات القائمة بالفيروس وتعافيها وعودة الحياة إلى طبيعتها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتبعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله التي وضعت سلامة المواطنين والمقيمين هدفا وأولويا وقالت الوزير الصالح إن الإنسان أغلى ما نملك لذلك يجب إدراك أهمية أخذ الموضوع بكل جدية وعدم التهاون في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة ووضحت وزيرة الصحة بأنه منذ رصد أول حالة في البلاد إلى اليوم مرت مملكة البحرين بعدد من المراحل واستطاعت مواجهتها بكل قوة وإدارتها بشكل حكيم وسجلت قصص نجاح حول التغلب على الفيروس وكان دور المواطن والمقيم مشرفا لتحقيق النجاح وأكدت الصالح على أن تعاون المواطنين والمقيمين سيكون عنصرا رئيسيا في تحقيق الهدف المنشود من خلال الالتزام بالتعليمات الوقائية والتي من أهمها ضرورة الإبتعاد عن التجمعات والالتزام بلبس الكمام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي والحرص على إجراءات السلامة التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا